اشتركوا في القناة الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كروتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسين ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيطا وهي تفور تكاد تميز من الغير كلما ألقي فيها فهج سألهم خزنتها سألهم خزنتها ألم يأتكم نبي قالوا بلى قد جاءنا نبي فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا له كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجل كبير وأسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لهم الأرض بلولا فامشوا في مناكبها وكنوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نبير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفو أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدا أم من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئد قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صابرين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسترون ما أنت بنعمة ربك بمجنون نون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فسترصر ويرصرون بأيكم المفتمون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين واتوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماس مشاء بلمين منع للخير معتد أفهم عتل بعد ذلك زنيم أأن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخطوم إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَفْنُونَ فَضَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِينَ فَتَنَادَوْ مُصْبِحِينَ أَنِقْدُوا عَلَى حَرْفِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ أَلَّا يَدْخُلَ النَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينَ وَغَدَوْ عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ فَلَمَّا رَهَوْهَنَا قَالُوا إِنَّا لَقَالُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَأَقْبَلَ بَعْدُهُمْ عَلَى بَعْدِهِ يَتَلَاوَمُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ عَسَى رَبُّنَا أَيْنِ يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِنَّاهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاضِبُونَ كَذَلِكَ الْعَذَابِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سألهم أيهم بذلك الزعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركاءهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترعقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأم لي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مقرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكبوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مكبوم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليسلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدريك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقالعة فأما ثمود فأولكوا بالطاغية وأما عادوا فأولكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها سرعا كأنهم أعجاز نخل خراوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعا ومن قبله والمهتفكات بالخاطية فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طضى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أبو واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتها دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك حوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تغرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيميني فيقول بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول والجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا سبعون ذراعا فاسلقوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحط على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حمين ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطبون فلا أقصه بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهر قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجسين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له الدافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم في يوم كان بقداره خمسين ألف سنة فاصبق صبرا جملا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهل ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تهويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لضا نزاعة كل شواه تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلقها نوعى إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والنحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهادتهم قاراهمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال إزين أيطمعكم ممرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداف سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم بالله ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤقركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جنى لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يسدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبرا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يغزل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبني ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطوا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوحوا رب إنهم عصوني واتبعوا واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أبرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل موحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قبآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وإنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وإنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وإنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وإنهم ظنوا كما ظننتم الذي يبعث الله أحدا وإنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرصا شديدا وشوبا وإنا كنا نقعد منها مقاعدا السمع فمن يستمع لها ليجر له شهابا وصدا وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وإنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا ضرائق قددا وإنا ضننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وإنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسه ولا رهقا وإنا من المسلمون ومن القاسقون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسقون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءا غدقا لنفتنهم فيه ومن يحرط عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وإنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنها أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل معددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزن للغم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورد للغرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قونا ثقيلا إن ناشئة الليل يا شك وطأ وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتلا رب المشرق والمقرب لا إله إلا هو فاتخذ وكيلا واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا ودرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجث الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخدا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شهبا السماء مفضر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء أتخذ إلى ربي سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدلى من ثلثه الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يطلمون وآخرون يطلمون في الأرض يبتعون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وهاتوا الزكاة وأقرضوا الله قبضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِ قُنْ فَأَنْدِ وَرَبَّكَ فَكَبِّ وَثِيَابَكَ فَطَهِّ وَالْرِّجِسَ فَهْجُبْ وَلَا تَنُّ تَسْتَكْثِ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِكَ فَإِذَا نُقِرَ فِنَّا قُرُ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَنْدُودًا وَبَهِنَ شُهُودًا وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِدًا ثُمَّ يَطْمَعُ مَنْ أَزِيدًا كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَهِيدًا سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا إنه فَكَّرَ وَقَدَّرْ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرْ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرْ ثُمَّ نَبَرْ ثُمَّ عَبَسَ وَبَصَرْ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرْ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرْ إن هذا إلا قول البشر سأسليه سقر وما أدريك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين موتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرضوا والكافرون ماذا أراد الله بهذا مسلا يضل به كثيرا وكذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذا دبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينه إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصليين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخوائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة مغرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قصورة بل يريد كل عمرهم منهم أن يبتع صحفا منشرة كلا بلا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى هو أهل التقوى وأهل المغفرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بلانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيانا يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيره ولو ألقى معذيره لا تحلك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقبآنه فإذا قرأناه فاتبع قبآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناضرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل مراق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدا ألم يكن طفة من مليه تنى ثم كان علقة فخلق فسوا فاجعل منه الزوجين الذكر والأنفى أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهل لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتنيه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تخجيرا يوفون بالندر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نبيد منكم جساءا ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمضيرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكهين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زنهريرا ودانية عليهم ظلالها وغللت مطوفها تهليلا ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكواب كانت قواريرا قواريرا من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كهسا كان مزاجها سنجبيلا عينا وفيها تسمها سلسبيلا ويطوف عليهم ودان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم إذا رأيتهم حسبتهم دول أم منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خطر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشهورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أنهما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله 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 الرحيم وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ من المكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظلم بثلاث شعب لا ظليل ولا يبني من اللهب إنها تغني بشرر كالقصر كأنه جمالات صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يهذن لهم فيعتبرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كنوا واشربوا هليئا بما كنتم تعملون إن كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كنوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم ابكعوا لا يبكعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون os اشتركوا في القناة كنتم بقنات وإلقاء هاليا ما تشعرمه سوء